فيه تطبيق تاني بقى عايز اكلمكم عنه التطبيق الانستجرام انستجرام فيه اخبار كده بتتداول يعني عن انه هيطلق خاصية الدفع مقابل متابعة حسابات المشاهير والسؤال اللي على طول هيجي في بالك انه هل انا عندي استعداد ادفع او اعمل اشتراك عشان اتابع حد ما اعرفش يعني لو سألتني انا شخصيان اقولك لا ما عنديش استعداد اعمل ده بس واضح ان الصناعة دي وصناعة المحتوى وتحديدا لبعض الشخصيات الهامة جدا والمؤثرة على مستوى العالم يعني واسع كده زاوية تفكيرك ما تفكرش بس في الناس اللي انت بتتبعهم هنا على المستوى المحلي ولا على المستوى الاقليمي لكن هتلاقي ان فيه ناس فعلا الخبر منهم لي قيمة والخبر منهم يترجم الفلوس والخبر منهم بتتبع وكالات انباء كبيرة فهل ممكن ده يحصل انه المتابعين ابتدوا يتدولوا او يتنقلوا الموضوع ده لم يتم الاعلان عنه اصلا من انستجرام رسميا لكن بيتم التفكير في اضافة زرار اشتراك اشتراك مدفوع للحسابات على المنصة يمكن يكون ده هيتيح انك تشوف محتوى مختلف انك تشوف حاجات مش هتبقى معلنة للعامة وتبقى لاشتراك شهري وده حسب رغبة الشخص او السيليبرتي ده عشان يزود ربحه وفي نفس الوقت لزيادة ربح الانستجرام بالتأكيد الخاصية دي ممكن تغير بشكل كبير من صناعة المحتوى وممكن تترجم كمان في صناعة المحتوى المدفوع انه بقى مش بس ملك للمنصات لكن هيبقى ملك لاصحابه اللي بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا وبيقدموه وبيبقوا منتظرين العائد او الربح من المنصات نفسها المنصات بتفتح الباب اوسع وبتقول للناس لأ ممكن تشترك مش قادر الاقي منطق لده لو انا بتابع صورة مين راح فيني صيف لكن قادر افهمها لو انا بتابع شخص المحتوى بتاعه مهم مفيد بالنسبالي فهعتبر نفسي كأني اشتركت في كورس او اشتركت في حاجة مفيدة اه ممكن تبقى الحكاية معقولة وعندنا اسئلة بقى يعني احنا هالمعقول بمواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت متاحة بشكل مجاني طول الوقت هتبقى مدفوعة وخلاص مفيش حاجة مجانية زي ما احنا بدأت حتى المشاهدة ما تبقاش مجانية ابدا وتغيرت اساليب المشاهدة دي كلها اسئلة